كلمة ألواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة طبوك الحضور الكريم في بداية كلمتي أتقدم لسيادتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بمناسبة الزكرة السابعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة دعيان المولى عز وجل لكم ولمصرنا الغالية بدوام النصر والتقدم والرخاء تأدي ذكرى حرب أكتوبر المجيدة شاهدا على ملحمة البناء والتنمية بسيناء والتي تنفذ بواسطة سواعد مصرية خالصة بمشاركة أهالي سيناء الحبيبة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2022-30 سيادتك خلال الفترة السابقة تم تكليف الهيئة اللندسية ب342 مشروع بإجمالي 310 مليار جنيه وده فن من المشروعات اللي بيتم تنفذها في سيناء غير باقي المشروعات اللي بتتنفذ في باقي الجمهورية تم تنفيذ 215 مشروع بتكلفة 75 مليار جنيه جاري تنفيذ 103 مشروع بتكلفة 161 مليار جنيه مخطط تنفيذ 24 مشروع بتكلفة 72 مليار جنيه في مجال إنشاء الأنفاء والكباري سيادتك لتسهيل حركة النقل بين سيناء ومدن القناة ومدن وعواصم الجمهورية سيادتك وجهت بإنشاء 3 مجموعة للأنفاء بعدد 5 نفق احنا بالفعل فن منفذنا منهم 2 مجموعة ب4 نفق أنفاء تحيا مصر شمال إسماعيلية وأنفاء 33 يوليو جنوب بورسعيد بأطوال 19 كيلو متر الآن يا فن منفذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بطول 4250 متر نسبة تنفيذنا فن من 73% وإن شاء الله مخطط الانتهاء في 306-21 ويمكن إحنا كنا مخططين إن إحنا انتهي من النفق ده في شهر أربعة ولكن جائحة كورونا هي اللي أثرت على استيراد بعض المواد اللي إن شاء الله إحنا بنستوردها من الخارج ولكن جميع الأعمال اللي في إدينا بنعملها نفذناها إحنا بالفعل النهاردة فنم نقدر باستخدام النعاد دي من شرق الغرب القناة ولكن باقي الأنظمة اللي مطلوبة إن شاء الله جاري استيرادها في الفترة اللي جاي إجمالي أطوال الأنفاء الجديدة فنم وصلت هتوصل لـ 23 كيلو متر وبنضيف عليهم النفق أحمد حمدي هنوصل لفنم لـ 29 كيلو أنفاء أسفل قناة السويس وللسمرار فنم منظومة النقل شرق وغرب القناة ونقل البضايع والتنمية اللي بتتم في سينة سيادتك وجهت إن احنا نرفع كفاءة كوبري الفردان أعلى قناة السويس وأعلى القناة الأولى ده سيادتك طوله 640 متر بالإضافة إن احنا بنزود عرض السكة الحديدة عليه بدل ما اتجاه واحد بقت اتجاهين ورفع كفاءة الكوبري بالإضافة لإنشاء كوبري جديد يا فنم على القناة الجديدة بتكلفة مالية 1.7 مليار جنيه احنا نسبة تنفيذنا الآن يا فنم 55% وإن شاء الله مخطط الانتهاء من المشروع بنهاية شهر 6-21 في إطار مشروع تنمية شرق بورسعيد وده من المشروعات الكبيرة جدا اللي بيتم الدولة بتنفذها على أرض سيناء المشروع ده فنم هيصل تكلفة 90 مليار جنيه في مجموعة من الأنشطة الكبيرة ومن أماها فنم نفذنا 10 أرصفة بحرية بطول 5 كيلو ودول تم الانتهاء منهم بنسبة 100% بنعمل يا فنم ساحات تداول خلف الأرصفة البحرية وإحنا بالفعل دلوقتي بننفذ ساحتين ومستمرين فيه تنفيذ الساحات الموضوع الكبير يا فنم اللي هو المنطقة الصناعية ويمكن سادك محددين ننفذ 63 مليون متر مربع تحسين للطربة في منطقة شرق بورسعيد المرحلة الأولى منها فنم تكلفنا بـ 20 مليون متر مربع احنا بالفعل النهاردة فنم مخلصين 3 مليون وإن شاء الله عند نهاية السنة هنخلص 5 مليون كل اللي بنخلصه فنم بنسلمه للهيئة الاقتصادية وإن شاء الله في شهر 6 23 هننتهي من المرحلة الأولى اللي هي تصل لـ 20 مليون متر مربع بالنسبة فنم للمزارع السمكية ودي يمكن تعتبر أكبر مزارع سمكية موجودة في الشرق الأوسط احنا النهاردة فنم انتهينا منها بنسبة 100% وبالفعل الشركة القائمة على تشغيل المزرعة تقريبا زرعة كل اللحواض احنا عندنا فنم منفذين 5900 حوض استزراع الحوض تقريبا مساحته في حدود 2 فدان بالإضافة لبحيرات للصيد بمساحة 1500 فدان نسبة تنفيذ المشروع ككل فنم 40% في مجال الرعاية الصحية احنا فنم نسأنا مع وزارة الصحة والسكان بننفذ معاهم الأسبقية التانية من المشروع القاومي للتأمين الصحي لأهالي سيناء بننفذ فيه 14 مستشفى و16 وحدة صحية بتكلفة 2.5 مليار جنيه احنا بالفعل يا فنم انتهينا من تنفيذ 9 مستشفيات جاري الآن تنفيذ 5 مستشفى و16 وحدة صحية وان شاء الله فنم مخطط ننتهي منهم بنهاية هذا العام دي نمازج للمستشفيات وحدة صحية اللي انتهينا منها المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي اللي هي لنسأت كلفت ب56 مشروع بتكلفة تقريبا مليار جنيه انتهينا منها بالكامل أفنم في سيناء دي نمازج نادي الفردوس بالاسماعيلية المدينة الشبابية الدولية بشارم الشيخ الصالة الرياضية المغطبة بالعريش ساعة 2000 متفرق في مجال انشاء المطارات وتبقى لتوجهات سيادتك ان احنا نغطي ارض الجمهورية بالكامل بالخدمة خدمة الطيران ويمكن سيناء لها وضع خاص على اساس ان احنا عايزين نربطها بمصر وبالعالم الخارجي وننمي موضوع الاقتصاد فيها والمناطق الاستثمارية سيادتك امرت وجهت ان احنا ننفذ مطار البردوي للدولي بتكلفة 860 مليون جنيه سيادتك المطار بيتكون من ممر رئيسي بطول 3350 متر وعرض 60 متر طرمك للطائرات بيسع 8 طائرة صالة لركاب ساعة 300 راكب على الساعة صالة للجوازات برج المرقبة بارتفاع 33 متر مبنى الارصاد الجوية والبوابات والاسوار بالاضافة الى منشآت ادرية وخدمية وفنية بتخدم في تشغيل المطار في مجال الطرق ويمكن افنم احنا الهيئة الانتسية متكلفة تقريبا ب8000 كم طرق هيبقى من ضمنهم افنم في سينة الوحدها 2000 كم بننفذ 32 طريق احنا بالفعل فنم تم الانتعام من تنفيذ 14 طريق بتكلفة اطوال باجمال اطوال 887 كم جاري تنفيذ 9 طريق باجمال اطوال 571 كم مخطط تنفيذ 9 طريق باجمال اطوال 635 كم الان فنم وبتشريف سيادتك ان شاء الله هنفتتح طريق النفق رأس النقب بطول 231 كم والطريق ده يا فنم يمكن فيه تمييز شوية الطريق ده مار بوسط سيناء ده بيربط نفق احمد حمدي بالمواني بميناطابة ونويبع وده بيسهل حركة التجارة بين مصر والاردن والسعودية تم تنفيذ الطريق ده يا فنم على مرحلتين المرحلة الاولى 120 كم من النفق حتى نخل والمرحلة التانية بطول 111 كم من نخل حتى النقب بتكلفة 3.2 مليار جنيه الطريق فنم اتجاهين كل اتجاه 3 حارة مرورية عرض الاتجاه 12.5 متر جزيرة وسطة 24 متر اجمالي عرض الطريق 49 متر عشان ننفذ الطريق ده ومحصلش عندنا مشاكل من موضوع السيول نفذنا مجموعة من الاعمال الصناعية لمجابة اخطار السيول يمكن في بدايتها نفذنا بلطات خرصانية اللي هي خاصة بتعادية المياه السيول اعلى الطريق وده معابر ايرلندية نفذنا منه 1150 متر بعرض 26 متر بالاضافة ان احنا نفذنا 122 بربخ سواء برابخ صندوقية او برابخ مواسير في مجال الاسكانة فنم وتبقى ما بيتم في الجمهورية بالكامل بننفذ مدن سكنية جديدة بننفذ اسكان اجتماعي بننفذ تجمعات تنموية والتجمعات تنموية دي يمكن بتبقى مميزة شوية للاهالي سيناء طبقا للعداد بتاعتهم والتقاليد انشأنا تلت مدن او جاري انشاء تلت مدن جديدة مدينة الاسماعيلية الجديدة مدينة شرق بورسعيد سلام مصر مدينة رافعة الجديدة مدينة الاسماعيلية فنم كان مخطط ان احنا نوصل ل52 الف وحدة سكنية بتكلفة 32 مليار احنا بالفعل نفذنا وافتتحنا مع سيادتك المرحلة الاولى والتانية بطاقة 32 مليون وحدة سكنية بالاضافة للمنشئات الادرية والفنية بتاعتها من مخطط ان شاء الله ان احنا ننفذ ال20 الف وحدة سكنية خلال العام القادم ان شاء الله مدينة السلام مصر شرق بورسعيد احنا بننفذ فيها فنم 217 عمارة سكنية ده اسكان اجتماعي باجمالي 4340 وحدة سكنية بتكلفة 890 مليون جنيه ان شاء الله فنم نسبة تنفيذنا في المدينة 83% ومخطط ننتهي منها في نهاية ابريل 21 مدينة رفحة جديدة هيتم تنفيذ 626 عمارة سكنية باجمالي 10.000 وحدة سكنية بالاضافة للمنشئات الادرية والخدمية مخطط لانتهاء فنم من المدينة في نهاية 21 ولكن احنا بدأنا بالفعل نفذنا 41 عمارة سكنية باجمالي 480 وحدة سكنية بالاضافة الى منطقة الخدمات المركزية ان شاء الله المجموعة دي بالكامل فنم هننتهي منها بنهاية العام الحالي الاسكان الاجتماعي وطبقا ما بيتم تنفيذه في الجمهورية بالكامل احنا نفذنا في 9 مدن في سيناء اسكان اجتماعي نفذنا 9108 وحدة سكنية بتكلفة 1.4 مليون جنيه ده نمازج للاسكان الاجتماعي اللي تم تنفيذه في سيناء التجمعات التنموية والتجمعات التنموية دي سيتك يعني بتكونوا جزئين الجزء الاولاني التجمعات السكنية ووزرعية احنا نفذنا بالفعل فنم 17 تجمعوا ان شاء الله هيشرب بفتاح سيتك لهم النهاردة بالاضافة الى 4 كرة للصيدين اجمال الوحدات السكنية اللي تمت واللي جاري تنفيذها 2327 بيت بدوي بمحافظة شمال وجنوب سيناء الكرة الصيادين افندم احنا في اربع كرة بمنطقة اغزوان باجمال 200 بيت بالاضافة لمنطقة خدمية مركزية داخل الاربع كرة بتكلفة 479 مليون جنيه نسبة تنفيذنا النهاردة 55% ان شاء الله مخطط الانتهاء من كرة الصيادين بشهر ابريل 21 السبحتاشر تجمعوا بدوي سكن وزراعي دي انتهينا منهم بنسبة 100% باجمالي 2127 بيت بدوي وسيادتك متخصص لكل ساكن لكل صاحب بيت خمسة فدان زراعي باجمالي 10.000 فدان بالاضافة للمناطق الخدمية الخاصة بالتجمعات تكلفة السبحتاشر تجمع فندم خمسة وثمانية من عشرة مليار جنيه ده نمازج للمنازل البدوية مدارس وحدات صحية مساجد ديوان مراكس الشباب محطات تحلية مياه الشرب ونحن بالفعل فندم نفذنا قبار لكل منطقة لكل تجمع عشان وركبنا عليه محطة معالجة مياه الملحة عشان نزود التجمعات بالمياه تنسيل موقع العام احنا نفذنا اتنين وسبعة من عشرة مليون متر مربع تنسيل موقع عام في السبحتاشر تجمع والسيادتك احنا منسناش ان طبيعة سينة مختلفة والسيول اللي فيها بتأثر على التجمعات احنا بالفعل فندم نفذنا مجموعة من الحواجز التوجيه وقنوات صرف المطر باطوال 21 كيلو لحماية التجمعات التنموية من السيول كمان نفذنا فندم عنابر ترمبات وخزنات مياه مفتوحة ودي لخدمة الاراضي الزراعية اللي هيتم تسلمها للسكان في مجال الامداد بالمياه وكان فيه توجيه من سياتك فندم بالتوسع في تحليل مياه البحر الهيئة الانتسية تكلفت بانشاء 23 محطة تحليل مياه بطاقة 160 مليون متر مكعب سنويا احنا انتهينا فندم من 14 محطة بنسبة 100% وبننفذ دلوقتي 5 محطات بنسبة تنفيذ 50% وان شاء الله خلال العام القادم مخططين ان احنا هننفذ 4 محطات بإجمال تكلفة 23 محطة بـ 7.8 مليار جنيه دي سياتك محطة تحليل مياه البحر شاري برسعي طاقة 150 ألف متر مكعب وانتهينا منها بنسبة 100% ومجهزين المحطة فندم انها ممكن يحصل فيها توسعة وتصل الى 250 ألف متر مكعب محطة تحليل مياه البحر بالطور طاقة 30 ألف متر مكعب على اليوم وتم الانتهاء منها بنسبة 100% محطة مياه بالشيخ زويد طاقة 5000 متر مكعب على اليوم تم الانتهاء منها بنسبة 100% محطة تحليل مياه البحر طاقة 10 ألف وده إن شاء الله فندم هيتم افتتاحها النهارنا المحطة دي بتتكون مأخذ بحري بطول 660 متر والمحطة بالرغم النهاية 10 ألف ولكن احنا مجهزين المأخذ البحرية عشان توصل لـ 45 ألف متر مكعب في اليوم دي مكونات المحطة جاري تنفيذ 5 محطات تحليل مياه البحر بطاقة 73 مليون متر مكعب سنويا بنسبة تنفيذ 50% المحطات دي عبار محطة البحر في العريش دي تقطها 100 ألف متر مكعب على اليوم محطة رأس الصدر بطاقة 30 ألف متر مكعب على اليوم محطة أبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب على اليوم محطة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب على اليوم محطة نوابع بطاقة 15 ألف متر مكعب على اليوم ولكن يا فنم أنا بحتاج أن أعرض المحطة بتاعة العريش اللي هي تقطها 100 ألف متر مكعب على اليوم وقبلها للتوسعة لـ 300 ألف متر مكعب على اليوم احنا بالفعل يا فنم شغالين في المحطة نسبة تنفيذنا 50% مخطط ننتهي منها إن شاء الله في شهر عشر العام القادم أنا عايز أقول لستك أن المحطة دي بانتهاء تنفيذها مش هيبقى فيه مشكلة للمية لا في العريش ولا في الشيخ زويد ولا وسط سيناء إن شاء الله مخطط تنفيذ أربع محطات تحليت مياه بحر بطاقة بطاقة إجمالية 21 مليون متر مكعب سنويا محطة في شرم الشيخ طاقة 3000 متر مكعب على اليوم في بورديس محطة 15 ألف متر مكعب على اليوم في نب 6000 متر مكعب على اليوم في طابة 5000 متر مكعب على اليوم وعلى التوازي يا فنم من أعمال المحطات إحنا خدنا تكليف بتطوير منظوم الشبكة مياه الشرب بمدينة العريش بتكلفها 886 مليون جنيه وانتهنا من الإجراءات بتاعتها بالكامل وإحنا الآن يا فنم في مرحلة التسليم أنا عايزة أوضح أن العريشة كانت متخصص لها 60 ألف متر مكعب كانت بتحصل على المياه دي من مصدرين 40 ألف متر مكعب مياه يوميا مياه عزبة من الأنطرة شرق محطة تنقية الأنطرة شرق و20 ألف متر مكعب من الأبار اللي موجودة في سين ويمكن كانت المياه في سينة في أيام بتيجي مياه عزبة وفي أيام كانت بتيجي مياه ملحة اللي هي نتيجة الملوحة اللي كانت موجودة في الأبار بالتنسيق مع وزارة الإسكانة يا فندم احنا النهاردة قدرنا نوصل المياه العزبة في سينة في العريش إلى 60 ألف متر مكعب بإنشاء 3 محطة تحلية طاقت 15 ألف متر مكعب على اليوم ومحطة 10 ألف متر مكعب على اليوم ودي كده حلنا حل تقريبا شبه جزي لمدينة العريش وفي المدى القريب إن شاء الله بفتتاح المحطة الجديدة هيبقى الموضوع منتهي الإحلال الشبكات كل الشبكات اللي كانت موجودة في مدينة العريش فندم شبكات سبستوس كانت طولها 720 كيلو تم الانتهاء منها تماما احنا قسمنا العريش إلى 5 مناطق والحمد لله رب العالمين انتهينا من الشبكات بالكامل وجاري الآن التسليم بالإضافة أن احنا نفذنا محطة رافا في رافع كرمة أبو نجيلا بطاقة 7000 متر مكعب على اليوم وبكده اتحلت تقريبا مشكلة المياه حتى الآن في مدينة العريش في مجال معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي اتكلفة الهيئة للنسية بتنفيذ 7 محطة معالجة طاقة 2.5 مليار متر مكعب سنويا انتهينا فندم من محطتين محطة في الطور ومحطة المحسامة والسيادتك محطة محسامة شرفنا بفتتاحها للسيادتك ودي طاقتها مليون متر مياه يوميا دلوقتي احنا بننفذ محطة بحر البقر ومحطة بير العبد ويمكن محطة بحر البقر دي من أكبر المحطات اللي بيتم تنفيذ انشاءها في العالم بالاضافة لثلاث محطات في ناخل والحسنة والشيخ زويد بتكلفة مالية 31 مليار جنيه توسعة شبكات الصرف الصحي بمدينة الطور بتكلفة 235 مليون جنيه مدينة الطور يا فندم حصل فيها توسعات نتيجة التنمية اللي تمت فيها عشان كده كان حجم مياه الصرف الصحي اللي بتطلع منها جبيرة جدا كانت المحطات الموجودة في المدينة ما كانتش بتستوعبها احنا نفذنا محطة فندم للصرف الصحي طاقت 10 تلاف متر مكعب على اليوم بأحواض ترصيب وبالاضافة ان احنا نفذنا محطة تلات محطات للرفع محطة رفع رئيسية ومحطة اتنين محطة رفع فراية ونفذنا بالتتالي فندم 20 كيلو شبكات انحضار منين المياه الصرف بالاضافة الى 12 كيلو متر شبكات طرد للمياه نرجع فندم نتكلم على بحر البقر واحنا بالفعل المحطة دي محطة عملاقة وان شاء الله احنا شغالين فيها بمنتاج جدية بتوفر لنا 5 أو 6 من 10 مليون متر مكعب في اليوم ولو ساتك نتذكر مع الجميع ان المحطة دي كانت المياه بتاعتها بالكامل بتترمي في البحر في بحر المنزلة كانت بتسوى المياه في بحر المنزلة وبعد كده بتترمي في البحر المتوسط وكان يصعب الاستفادة من المياه دي ولكن احنا بمجموعة اعمال هندسية طبقا لتوجهات ساتك احنا نفذنا تعديل لبعض مسارات الترع والمصارف اللي بتجمع المياه وعدناها بسيفونات تحت قناة السويس من جمع المياه دلوقتي هتجمع المياه في المحطة اللي بيتم انشاها احنا نسبة تنفيذنا فنم 55% ان شاء الله مخطط الانتهاء في شهر 6 قادم من المحطة تكلفة المحطة دي فنم 18 مليار جنيه ويمكن المياه اللي احنا هنوفرها وكانت بتطريبه في البحر ده تبقى لتوجهات ساتك احنا ان شاء الله مخطط ان احنا ننفذ بها تقريبا نص مليون فدان في شمال ووسط سيناء واحنا بالفعل نسعنا مع وزارة الري نسعنا مع وزارة الزراعة نسعنا مع وزارة القهربة على تنفيذ المشروع العملاق اللي هو 456 الف متر الف فدان زراعات بالفعل فنم حددنا زمامات المدن والقرى اللي هيتم فيها حددنا كمان التجمعات التنموية اللي هتبقى موجود فيها ووصلت ل 35 تجمع اللي هيتم فيهم اقامة المزارعين والاهالي اللي هزرعوا الزمامات دي نسعنا مع وزارة الري المصار بتاع الترعب الكامل عشان تخدم الاراضي الصالحة للزراعة دي بالكامل احنا بالفعل فنم بالفعل بدأنا في الإجراءات التنفيذية للمشروع سواء في تجهيز لخطوط المواسير بنعمل دلوقتي فنم بالفعل أعمال رفع مساحي للمصار عشان ان شاء الله رب العالمين ننتهي من الأعمال اللازمة للزراعات دي قبل ما ننتهي من المحطة بتاعة بحر البقر هستغذينا كهاب في ديها واحدة له في المشروع ده تحديدا اللي بيتكلم عليه ستلو أهاب رئيس الهالة الهندسية احنا قلنا ايه قلنا زي ما هو كده ذكر في بداية كلامه ان كان في حجب من المية هذا الحجب من المية واحدة كلمة فيه قبل كده يعني في عدة لقاءات لكن انا بفكركم بفكر نفسي بيه كانت حجب من المية بيلقى في البحر هي مية صرف زراعي وجزء منها صرف صحي وكانت بتلقى في بحرات المنزلة ومنها الى البحر المتوسط طب ايه يعني الاستفادة من الكمية المية ديت بدل من نرميها في البحر المتوسط طب ما ناخدها نعمل لها اعمال صناعية زي ما قال كده اللي هو أهاب ونعدي بيها من غرب القنال لشرق القنال ثم تتعمل محطة بحر البقر اللي هو ذكرها دلوقتي طيب هو تكلم على تكلفة المحطة اللي تقترب من 18 مليار جنيه لكن عشان نعمل المشروع ده اللي احنا بنتكلم على مصار هذا المصار جزء منه مكشوف وجزء منه مش مكشوف يعني جزء منه ترع تشوفوها وجزء ماشي مش كده أهاب وجزء تاني وجزء موسير ثم العداد البنية الأساسية سواء كان البنية السيدية طرق أو كهرباء أو المية أو المنشآت اللي هتتعمل لصالح الناس اللي هتعيش على نصف مليون فردان دول الرقم الرقم المحتمل للموضوع ده بيتحسب دلوقتي لكن عايز أقول أن على الأقل الكهرباء والكهرباء وخط المية اللي موجود احنا بنتكلم فاكتر من 20-25 مليار جنيه إذا كنت أنا فاكر يعني ثم بقى تسوية الأرض وتجهزها وشوفوا أي موضوع أنا أقوله أنا أعمله هو كلمة بتتقال لكن جم منها إجراءات كتير جدا جدا بتتعمل عشان المشروع اللي نقول عليه يتعامل ويتنفس يتعامل ويتنفس يبقى لي مطالب قبل ما نطلق المشروع هل المطالب دي هنستطيع أن احنا نلبيها أيو يبقى نعمله ونعلن عنه نحن نتكلم عن محطة المعالجة وهي تقريبا شرفت على امتاع احنا دلوقتي في آخر شهر في أول نوفمبر مش كده أيوة طيب عندنا شهرين وست شهور ثمان شهور ونفتتح أكبر محطة معالجة للميا في العالم زي ما قال اللي وهاب محاولة الاستفادة من الميا محاولة خلق مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق فاضية زي ما انتوا شايفين كده في سينة لو تشوفوا حجم التكلفة المالية اللي اتصرفت خلال أنا بكلم على سينة تحديدا خلال الست سنين اللي فاتت احنا تجوزنا 600-700 مليار جنيه احنا بكلمنا على الجامعات وكلمنا على المحطات المياه وكلمنا على الطرق لكن كل مطالب التنمية في سينة بيتم الانفاق عليها حتى حتى تتحقق الاهداف اللي احنا ذكرناها ان هنا يبقى فيه حياة اللي سينة بدل ما هي منطقة او ارض مش موجود فيها الكلام ده وده بيكلفنا كتير لان احنا بدخل على اراضي خام اراضي لم يتم الدخول فيها واقامة بنية اساسية للطرق على سبيل مثال وبتكلم على الطريق النفق طابة اللي احنا افتت عن ارضه لكن احنا فاتحين من عدة شهور الطريق النفق شرم الشيخ النفق شرم الشيخ وبالمناسبة اهاب احنا افتتحنا الطريق ولكن استخدامات الطريق لم تستكمل وانا لما بسأل بقول لي قالوا هيئة يعني وزارة النقل اللي مش عارف استلمت او مستلمتش لا يا خلاص استلمت افندم وان شاء الله هيتم نقل الولاية للشركة الوطنية يعني خلال اسبوع اخد تمام ان الطريق شغال والناس بتعد عليه تماما افضل اهاب شكر افندم يعني استاذ سيادتك في نقطتين احب اتكلم فيهم احنا بالفعل افندم حسبنا قيمة تقدرية للمشروع ولكن قيمة مش مؤكدة بالكامل هيوصل لفندم ل55 مليار جنيه واحنا كنا عمليين حسبنا ان شاء الله نقردهم على السيادتك في خلال الاسبوع القادم ان شاء الله ده بالنسبة للمحط في مجال المنشآت التعليمية يا فندم وطبقا لتوجهة سيادتك بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ويمكن الكلام عرضه السيد وزير التعليم العالي منذ قليل احنا كلفنا بانشاء وتطوير 47 جامعة ومدرسة ومعهد نفزنا منهم فندم 44 مشروع جاري تنفيذ 3 مشروع بتكلفة 12 و2 من 10 مليار جنيه التلات مشروعات فندم اللي جاري تنفيذهم يمكن احنا متكلفين بيهم تقريبا خلال الشهر الماضي زي ما ذكر الدكتور خالد بيتم فيهم تنفيذ اتنين جامعة اهلية هيتنفذ جامعة في الاسماعيلية الجديدة وجامعة في مدينة سلام مصر شرق بورسعيد من 15 جامعة اللي احنا متكلفين بيهم خلال الشهر اللي فات بالاضافة فندم مدينة الشرق بورسعيد برضو مدينة سلام مصر بننفذ جامعة تكنولوجية بالنسبة لل 24 مشروع اللي تم الانتاء منهم يمكن على اهمهم مشروع جامعة الملك سلمان الجامعة تم انشاءها في 3 مدن كبرى في محافظ الجنوب سيناء في مدينة الطور ورس صدر وشر الشيخ ويمكن مدينة الجامعة والاضارة بتاعتها الجامعة فندم نفذنا فيها 16 كلية على مساحة 620 فدان الجميع الافرق اللي موجودة فندم في الجامعة احنا مجهزينها نستقبل فيها اقامة للطلب والطالبات وعضاه التدريس الفرع اللي موجود او رياس الجامعة اللي موجودة في الطور دي هيتم تم انشاء فيها 8 كليات على مساحة 355 فدان مبنى ادارة الجامعة كلية الهندسة كلية العلوم كلية الصناعات التكنولوجية قاعة مدينة مدينة رأس صدر ده نفذنا فيه اربح كليات على مساحة 330 فدان مبنى الادارة كلية العلوم الادارية مدرج كلية الزراعة الصحراوية او الزراعات الصحراوية مكتبة سكن الطلبة سكن الطالبات سكن اعضاء هي التدريس نفذنا برضو فن التنسيق للموقع العام بمساحة 130 الف متر مربع الفرع التالت اللي بيشرب بوجود سياة تكفيه النهاردة فرع شرم الشيخ وده نفذنا فيه اربعة كلية على مساحة 35 فدان مبنى الادارة كلية الالسن كلية الفنون والتصميم كلية العمارة كلية السياحة والضيافة وده ملحق بها فندق تعليمي للطلبة والطالبات على فنون الفندق سكن الطلبة سكن الطالبات سكن اعضاء هي التدريس مكتبة نفذنا فيها منطقة راضية فنم بتتكون من ملعب متعدد واثنين ملعب تنس بالاضافة الى حمام سباحة نصف أولومبي ويمكن الحمام السباحة النصف أولومبي ده سيادتك في اخر زيارة لسيادتك في شرم الشيخ هنا وتفقد سيادتك للجامعة امرت بتنفيذ هذا الحمام عملنا اعمال تنسيق للموقع العام على مساحة 58000 متر وربع وفنم نتيجة توجهات سيادتك الدائمة بان العملية التعليمية تتم على احدث الانظمة الحديثة اتكلفت الهيلندسية بتنفيذ البنية التحتية المعلوماتية للجامعة بالكامل نفذنا فيها مركز بيانات دادا سنتر نفذنا جميع اعمال الكابلات الالياف الضوئية جهزنا فنم جميع المنشآت في الجامعة في الثلاث افرع والمواقع العام لها بشبكات الواي فاي جهزنا جميع القاعات الدراسية والمدرجات بصبرات ذكية بذلك فنم تصبح جامعة الملك سلمان جامعة ذكية من الجيل الرابع جميع الاعمال التي تنفيذها الهيلندسية فنم بالسمرار تتم بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارة والاجهزة المعنية بالدولة احنا فنم شاركنا في تنفيذ المشروعات خلال الاعمال التي تتم في سينة دي مجموعة من المكاتب الاستشارية سواء في التصميم او الاشراف على التنفيذ او مراقبة الجودة نفذت خمسين شركة مصرية وطنية الاعمال التي تتم في سينة بيجمالي مئة الف مهندس وفني ومشرف وعامل في النهاية فنم استاذ نسيتك بتقديم الشكر لقياة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والدائم اللي بتقدمه للهية الاندسية لتنفيذ المشروعات طبقا للمعدلات وطبقا للجودة المطلوبة السيد رئيس الجمهورية وفقكم الله وسد اخطاكم والسلام عليكم ورحمة الله باركتو